مع أزمة متراكمة يعيشها العراق تعود موجة عنف ضد الأطفال من طراز مسبوخ في البلاد في إقل من 24 ساعة تصعق الطفولة في البلاد بأربع جرائم اضجت منصة التواصل الاجتماعي بتفاصيل القبض على شخص عرض فتاة قاصرة للبيع بمبلغ مالي قدره 5000 دولار قبل أن تتمكن المفارز الأمنية بمكافحة الجريمة المنظمة من إحباط عملية البيع والقبض على الجنة من خلال الإطاحة بالمتهم عبر كمين محكم في جريمة مروعة أخرى تعيد للأذهان جريمة قتل الطفل موسى قبل أسابيع حيث أعلنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على متهم أقدم على حرق طفلة بعد أن قتلها وقطعها في محافظة بابل الفريق الاستخباري المختص أعلن القبض على المتهم بعد ورود بلاغ بفقدان الطفلة إلى جريمة وحشية لا يمثل الجاني إلا نفسه فيها إذ أعلنت محكمة جنايات الأنبار إصدارها حكم المؤبد مرتين بحق موظف في الوقف السني يعمل كمؤذن في الرمادي أقدم على اقتصاب طفلين كانا مشتركين في دورات تحفيظ القرآن الكريم ظاهرة يدق خبراء جرس الأنذار لانتشارها وتكرار مسلسلها في البلاد مسجلة أرقاما مرعبة في كل عام لحصيلة الاعتداء على الأطفال إذ وثق تقرير لوزارة الصحة مقتلاء 23 طفلا في عام 2020 بالإضافة إلى إصابة العشرات على يد ذويهم فيما يرى مراقبون أن ظروف الحروب والفقر والبطالة عوامل تصعد من مؤشرات تلك الجرائم في البلاد اشتركوا في القناة